اهلا بكم ويا رب تكونوا بخير جميعا هنامل مع بعض النهاردة شاورجل وهنصوب وشامبو بمكون واحد بس زي ما سمعتو كده بالزبط ان شاء الله بدون اي تكلفة وبدون اي تعب ولو انت لسه مبتدئة ومعنكيش اي فكرة عن صناعة النظيفات هتعمليه بكل سهولة وبساطة لو اول مرة بتشوفوني معاكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي كل اللي انا هحتاجه علشان اعمل الشاورجل بتاعي هو كبية واحدة بس من التكسابون التكسابون بيكون شكله اعمل زي الفيزيين كده صعب جدا جدا ان هو يدوب في المية علشان كده قبل ما نفتخدمه لازم نفيبه في المية مية عادية جدا بس الافضل يعني انها تكون مقترة على الاقل اربع او خمس ساعات علشان يدوب مش اول ما تنزلي بيه في المية هتلاقيه ده على طول لا ده انت هتصيبيه في المية ومع مرور الوقت حيبدأ ان هو يفك خالص ويختلط بالمية الناس كتير جدا بتدوبه بالملح يعني بتحط عليه ملح بحيس ان هو يدوب والناس تانية بتدوبه في المية السخنة انا عن نفسي لما جيت اعمل البرسيل جيل بطريقة الشركات كنت دوبت بمية سخنة بس اريت وعرفت بعد كده ان افضل طريقة لاستخدامه واصحي طريقة علشان تحصلي على افضل نتيجة ان انت تسبيه في المية وهو بيبدأ ان هو يدوب بعد مرور حوالي خمس ساعات ممكن اقل كمان يعني ممكن مثلا دلت ساعات التكسابون هو مادة رغوية يعني هو مادة اساسية في صناعة المنظفات بنعتمد عليها بس في تشكيل الرغوة يعني لو انت بتعملي اي منظفات وحطيتي التكسابون بتقدري تعتمد عليه الواحده لان فيه اه مواد رغوية تانية كتير فيه مثلا زي البيبي فور او اللي هو اه البتاقين وفيه برضو الكمبرلان يعني فيه مواد رغوية كتير ولكن التكسابون لوحده كفاية جدا في اه صناعة الرغوة. على فكرة لو انتو قلقانين منها مفيش منها اي خطورة خالص يعني مثلا انتو فاكرين هي زي الصودة الكوية كده خالص نهائي ده هي بتستخدم فيه صناعة الشامبو والشوار وبتخش فيه صناعة معظم مستحضرات التجميل هي امنة تماما على البشرة يعني ما تخفوش وما تقلقوش منها خالص فيه منها بيبقى جل ابيض وزي ما قلت لكم اللي انتو شايفينه ده بياخد الوقت كبير علشان خطر ندوبها وفيه نوع تاني بيبقى بودر على فكرة التكسابون بيخش في صناعة معجون الاسنان وطبع معجون الاسنان ده بيخش جوه بقنا يعني ده اكبر دليل على ان هي مادة امنة تماما سبت بقى حوالي اربع ساعات ومع آآ يعني حطيته في لتر مية ومع الوقت رايحة جايه كده كنت بدوب فيه زي ما انتو شايفين كده كان لسه فيه كتل صغيرة ولكن بما اني لسه حركنه تاني فهو حيفك تاني آآ ما تقلبيش في كتير طولي الوقت علشان خطر الرغوة بتاعته ما تطلعش ويبقى انت كده ما خطيش افضل نتيجة ليه دلوقتي انا آآ بعد مرور تلات او اربع ساعات زي ما انتو شايفين كان بايش بشكل كبير جدا جدا آآ جبت كباية من المية وحطيت فيها معلقة ملح كلين عارفين ان الملح بيدي شفافية عالية وكمان بيدي لزوجة حلوة قوي للمنتجات اللي انا بصنعها بس ما يزيدش عن حده لان الملح لما بيكتر بيفصل الرغوة علشان كده انا استخدمت معلقة واحدة بس في كباية مية آآ الملح المفروض بحط معلقتين ونص انا بنزل بهم معلقة معلقة علشان خاطر آآ الملح ما يزيدش مني وبالتالي الرغوة تقل معايا بحط آآ معلقة الملح الاولانية وبقلب بقلب كده حوالي خمس دقيق دايما محتاج منك صبر شوية في صناعة المنازفات والشاور والشامبوهات والحاجات دي لان بيبقى اهم حاجة فيها التقليب وعدم الاستعجال آآ كل ما هتديها في التقليب كل ما هتديك بعد كده انتيجة كويسة جدا بعد ما نزلت بقاول معلقة من الملح لسه شايفة معايا آآ الشاور بتاعي خفيف فهنزل بمعلقة الملح التانية وبرضا هحطها في كوباية ميا كده وحقلبها كويسة جدا لحد ما تدوب الملح لو خشن هيكون افضل معايا عارفين ملح البحر الخشن اللي بتباعد العطار دا ولكن لو مش متوفر خلاص استخدمي ملح الطعام العادي جدا لو تلاحظوا احنا كل الحاجة اللي حطوناها دلوقتي هي كوباية واحدة من التكسابون في لتر مياه سبتهم تلات ساعات او اربع ساعات لحد ما بدأ التكسابون يحل خالص نزلت بمعلقة ملح كبيرة في كوباية اللي ربع مية ومعلقة ملح تانية بص انا ما حطتش الكوباية التانية كلها انا برضو بقلب علشان خاطر مش عايزة الملح يكتر معي ببدأ بقى ان انا اقلب كده ولو لقيته محتاج مية بملح تاني او ملح تاني اه ببدأ ان انا احطها كلنا عارفين ان سعر الشاور دلوقتي اقل حاجة ازا زبتاعته ما بتبقاش ممكن تلتميت ميلي ما بتكملش تقريبا تلتميت ميلي وسعرها بيوصل لتلاتين جنيه فاحنا النهاردة حنعمل اكتر من لتر ومع ذلك كل اللي حنتكلفه هي كوباية التكسابون بس اللي احنا استخدمناها وطبعا نزلت ببقية المية بملح آآ البقيين علشان خاطر لسه ما كنتش حصلت على اللي زوجة اللي انا عايزها دي بعد ترجعلك انتي لو انتي حاسة ان انتي عايزها يتقيل على فكرة انا اللي انت شايفها الرغاوة اللي انت شايفها دي لما بتقعد يعني مسلا بعد مرور ساعتين كده هتلاقي رغاوة دي اختفت تماما وحتلاقي القوام بدأ يتقل ويزبط معاك بصوا يا جماعة المفروض نحط ريحة او زيت عطري يعني يبقى له ريحة الشاور بتاعنا ويبقى له لون فانتي لو ما عندكيش ريحة وما عندكيش لون انا عندي ريحة وعندي زيت عطرية بس انا بوريكي انك ممكن تعمليه بابسط المكونات كوباية واحدة بس من الشاور لو حتى ما عندكيش الشاور اللي هو الجاهز ده هاتيه من محلات المنظفات عارفين اللي هي الصبانة اللي بتبيع الصابون السيل والحاجات دي عفوا ان تقدر ان انتي تجيبي منه مسلا قولي له اديني نص كيلو هتاخدي بقى منه كوباية كبيرة ولو خدتيك كوباية تانية ما فيش اي مشكلة انتي بتعزيز المنتج بتاعك وهتحطيها عليه عشان تدي له ريحة ولون دلوقتي انا حطيت معلقة كبيرة كده من مية الورد ما عندكيش ما فيش اي مشكلة مية الورد دي يعني هو اه اختياري مش اساسي كل الفكرة بس ان انا عايزة يبقى ريحته حلوة وكمان يبقى اه جودته حلوة دلوقتي لان انا لقيت ان اللون بتاعه يعني ضعيف قوي وانا طبعا عندي الوان كتير انتوا عارفين ان انا عاشقة للالوان المايقة فاخدت منه نص معلقة صغيرة كده وما تكتريش لان الالوان المايقة تقيلة جدا بس يعني هي بتاخدهك شوية في حتة ان ايه انتي تحس ان هي لأ خفيفة انا محتاجة احطي تاني بس لما بتنزلي بيها على الصابون بتاعك او الشاور بتلاقي ان هي تقيلة جدا فتخدي منها بكميات صغيرة او تتعاملي معها بحساب بصوا انا كنت هنا في الوقت ده في الكباية دي لان حصيت ان هو لسه خفيف حطيت معلقة ملح صغيرة بس ما طلعتش في التصوير كانت الكاميرا مقفولة ده من المقلب ده بيحصل فيا اه فحطيت معلقة ملح صغيرة مش كبيرة وعلى فكرة عايز اقول لكم ان انا يعني ما ما خدتش مني وقت مجهود في التقليب انا مجرد بس ما حطيتها وضعتها تقليبتين كده مع اللون ونزلت بها بدأ القوام معايا يتقل انا كده كده هسيبه لحد مرة هو دي تختفي تماما وتروح بصراحة كان بالليل وده كان شكله تاني يوم الصبح والله العظيم يا جماعة دايما لما بيجي اتعامل مع المنظفات او الشامبو او الشاور او الحاجات دي مش بحس ان انا بعمل حاجة لازم اعملها علشان البيت محتاجها بتعامل مع الحاجات دي بحب وبحس ان انا برسم كده لوحة فنية هي بالنسبة لي هواية هواية بحبها جدا وبصراحة مستمتعة بيها يمكن لو انت زي كده بتحبي صناعة المنظفات هتحس ان انت بتتعامل مع حاجة مش مسألة سابون ولا مسألة مثلا منظفات ولا الكلام ده بصراحة بلاقي مطع فيها وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا آآ بصوا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله القوان تقل جدا جدا وما تنسوش معلقة الملح الصغيرة اللي انا زودتها طب يا ميرا انا حطيت معلقة واحدة ملح ولا ايدي القوان زبط خلاص ما تحطيش التانية طب حطيت معلقتين وحاسيت انه لسه محتاج خلاص حطي المعلقة التالتة يعني بس الفكرة انتي تتعاملي بحساب وما تقطريش علشان خطر الرغوة آآ آآ ما تفصلش معاكي الملح والخل والدوني والزيوت والعطرية بتقلل كتير من الرغوة بصوا بقى انا بحتفظ بالازات بتاعة الشاورة اللي بتكون موجودة عندي والليتر اللي انا عملته ده هو كان لتر وكبايتين الا تقريبا عملولي الازاستين الكبار دول وعملولي كمان آآ يعني نقدر نون كباية كده ما فيش اي تكلفة خالص واسألوني على اي حاجة في اي وقت انا معاكم هرد على اي تعليق بيجيلي وسعيدة جدا جدا بمشاركاتكم وتعليقاتكم الجميلة يرب بيكون الفيديو عجبكم ما شاء الله بصوا الرغبة بتاعته عالية جدا وده لاننا آآ مستخدمين التكسبون ما تلاقيش منه هو سعر الكيلو منه اعتقد دلوقتي وصل تمانين او تسعين جنيه يعني في الحدود دي مش هيزيد عن كده آآ اشوفكم على الف خير وما تنسناش بقى بلايك حلو واشتراك في القناة